معنا لايمن واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد وايت سهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية قبل أن نذهب إلى انتقادات بعض القيادات في حركة فتح أود أن أسألك عن الموقف الأمريكي هنا خلال زيارة وزيرة الخارجية بلينكين إلى إسرائيل لماذا تتحدث أمريكا باسم إسرائيل؟ لم نسمع موافقة رسمية من إسرائيل على قرار مجلس الأمن ومبادرة الرئيس بايدن بينما يتولى بلينكين هذه المهمة يقول أنه حصل على موافقة نتانياهو هل هذه مهمة وزير الخارجية الأمريكي هل إدارة بايدن متأكدة من أن نتانياهو ينفذ فعلا كل ما تطلبه منه واشنطن؟ أعتقد أن وزير الخارجية بلينكين يتبع فقط ما طالب منه الرئيس بايدن حين أعلن عن خطته لوقف إطلاق النار أولايات المتحدة تريد أن تدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطة إنها ليست واثقة بأن إسرائيل ستوافق ولكن ربما هم يظنون بأنهم يمكن أن يؤثر عليهم إذا قالوا دائما إنهم يدعمون هذه الخطة إذن هذا ربما نوع من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لدعم وقف إطلاق النار لأن لديهم شكوكا بشأن ما إذا وافقت الحكومة الإسرائيلية أم لا طيب الآن يوجد رد من قبل حماس الرد يحمل بعض التعديلات على الخطة أو كما تصفها الحركة بسد للثغرات الموجودة فيها التصريحات الأمريكية تقول أن رد حماس مهما كان هو شيء إيجابي كيف نفهم هذا الرد الأمريكي؟ هل هذا يعني أن أمريكا ستوافق على هذه التعديلات وستقنع إسرائيل بها؟ مرة أخرى أقول إن الولايات المتحدة تريد من حماس أن تتبنى هذه الخطة ولكنها تشك في ذلك أيضا هي تحاول أن تضغط عليهم وتدفعهم لفعل ذلك حين يقولون بأن ردهم كان إيجابيا فبطريقة للولايات المتحدة تحاول أن تدفع إسرائيل وحماس لأن توافق على الخطة بالقول بأنهما موافقتان ولكنني لم أسمع طبعا ردا رسميا من الولايات المتحدة بشأن هذه التصحيحات من حماس طيب الآن لماذا ذهبت الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن بهذه الخطة؟ كان من الممكن طرح هذه المبادرة والمطالبة بتطبيقها دون الذهاب إلى مجلس الأمن الآن صدور هذا القرار بهذه الخطة كما تقول فتح يجعل من حماس طرفا سياسيا معترفا به لأنه مطالب بتنفيذ قرار من مجلس الأمن ألا يبدو هذا وكأنه تمهيد فعلا للاعتراف بحماس كلاعب أساسي وتحييد ربما أو تهميش السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أظن بأن هذه نقطة جدل مهمة ومثيرة للاهتمام بكل تأكيد الولايات المتحدة بذهابها إلى مجلس الأمن ولنفس السبب أي أنهم يريدون الدفع الجميع والضغط عليهم للموافقة على هذا الاتفاق هم قالوا لو أنه صوت الصينيون والجزائريون وغيرهم فهذا سيصعب لإسرائيل ولحماس أن لا توافق على الخطة ولكن لا أعتقد بأنهم فكروا كثيرا بشأن منظمة التحرير أو فتح إنها ليست نية الولايات المتحدة أن تضر أو تؤذي السلطة الفلسطينية فكما تعلمون إدارة بايدن تريد من السلطة الفلسطينية أن تسيطر على غزة بعد الحرب وأنا لا أعتقد بأن الأمم المتحدة أو أن قرار مجلس الأمن نفسها يضر أو يؤذي فتح ويساعد حماس وشرعية حماس ولكن لو أخفق هذا الجهد فربما الولايات المتحدة ستحاول أن تتوصل إلى اتفاق مختلف بشأن الرهائن أو سجناء مع حماس ولكن نعم فتح لديها الحق في الشك طيب هنا أيضا في الخطة وطالما أن وزير الخارجية بلينكين يبحث اليوم التالي الحرب مع إسرائيل أمريكا كان لديها خطة لإرسال مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ودول عربية لاستلام المعابر إسرائيل كانت تريد سلطة في غزة تسلحها وتحميها غير موالية لحماس لكن ما نفهمه من قراءة حماس لهذه الخطة هي أن حماس ستبقى هي التي تسيطر على المعابر وعلى إدارة غزة طالما أن هذا القرار لا يشرك السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب وفي هذه الخطة أليس هذا يعاكس ما كانت تتحدث عنه واشنطن في بداية هذه الأزمة؟ إنها نقطة طبعا وجيهة جدا ولم يتحدث عنها هنا في واشنطن سبب لماذا شعر البعض أو اعتقد البعض بأن الأوروبيين ينبغي أن يشاركوا كان هذا قبل 2007 لقد كان الاتحاد الأوروبي هو الذي ساعد في مراقبة المعبر بين مصر وبين غزة إذن نعم أنت محق في القول وربما أكون محقا في القول حين أقول إنهم لم يتحدثوا مثلا عن السماح لأي قوات أجنبية داخل غزة ولكن ربما يمكن أن يسعوا لأن يمارسوا النفوذ على هؤلاء والإسرائيليون لن يوافقوا على ذلك لأنه سيكون من السهل على حماس أن تهرب الأسلحة إلى غزة مرة أخرى ماضح أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد وايتس